كسيحاً ذبيحاً بعمقه السياسي تريد بعض الوجوه أن يبقى العراق وشعبه في أزمة المتواليات السياسية الخاربة وللوجوه في قاموس تجارب الماضي عرف سائد عند بعض الأحزاب الحاكمة بأجندات مصالحها الشخصية لكأن تجزم أن ثم تم يربط بينها وبين الحديث عن الصطوة على انتخابات الشعب المبكرة التي لا يريدون لها أن تكون مبكرة خدمة للأهواء وفهرس التشويش على الناخبين الكلام الواضح مؤخراً عن مقترح بتأجيلها يأتي في تفسير بيوت التكهن السياسي على أنه لن يكون تأجيل الأول والأخير هنا وتحديداً يجتمع التمترس لأحزاب دينية وشخصيات سياسية نافذة في البلاد بأسماء مدنية وثورية ركوباً لموجة الحراكة الشعبية الذي وضع مطلب انتخابات مبكرة ونزيها حرة على رأس قائمة المطالب الشعبية دلائل ينطق بها الشارع العراقي وتؤكدها بعض الغرف المغلقة في الداخل والخارج العراقي بعض هذه الكتل تريد أن يكون الموعد قريباً من أجواء شهر محرم لعباً على وتر العاطفة الدينية هذا توقع آخر يوضع في منوال الخوف من المجهول المقبل يوثق مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية الذي يخصص زاوية محدثة باستمرار حول تطورات ملف الانتخابات المتسارع يوثق حديث الخبراء حول ما ستقول إليه العملية الانتخابية وما يشبه من مخاطر قد تقع فيها ما لم تواجه الحكومة تركيباً التي يحاول طبخها البعض بمنأً عن العراقي ومصلحته العليا والابتعاد عن أساليب الفوضى والفساد والتشويش على الناخب العراقي الذي يتمسك بخيط أمل يعيد له الثقة بالديمقراطية المنشودة برسالة تختم ضوضاء المصالح أن تمسكوا بحبل العراق جميعاً ولا تفرقوا اشتركوا في القناة